السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تبقوا خير في البداية بسم الله الرحمن الرحيم وأنا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام احنا هنكمل مع بعض المحاضرة الأولانية ويمكن احنا كنا بنتكلم على الروتس of administration واتكلمنا على واحد من أهم الروتس كانت الأورال دلوقتي هنتكلم مع بعض على روتيني مهم جدا ألا وهو sublingual أو اللي احنا بنسميه تحت اللسان هنا الدواء هنتخدو تحت اللسان يبقى مهم جدا والدواء هيخش على طول إلى عن طريق أن الدواء بنحطه تحت اللسان فيمتص من الكابلري نتورك اللي موجودة تحت اللسان اللي هي اللي موجودة تحت اللسان وبيخش على طول إلى الدورة الدموية وبالتالي ده من الحاجات المميزة جدا إنه هو بيدينا رابط وكمان متميز إنه هو ما عندهوش فينفع دايما في الحالات بتاعت الارجنسي أو الاميرجنسي كمان نوع فرست باس إفكت إيه مميزاته؟ إنه هو يعني موافق لجميع الناس أو يعني نوعا ما كل الناس تقدر إنها تاخدو ما فيوش مشكلة كمان بيدي رابط إفكت إيه هو عنده تأثير رابط إفكت حتى لو ديناه بدوز الصغير وده نتيجة إن الأورال ميوكوزة اللي هي تحت اللسان عندها بلد سيركيوليشن أو عندها بلد سابلاي عالي جدا وكمان الدواء مش معرض لحدوث الفيرست باس إفكت ومش معرض لحدوث في الجي آي تي مش حيتكسر في الجي آي تي هو مش حيروح أساسا إلى حيخش جوه البلد سيركيوليشن مباشرة lower incidence of infection مش هيحصل أي نوع من أنواع الانفكشن زي ما اتفقنا هو حينزل تحت اللسان ويخش جوه الدورة الدموية مباشرة ومفهوش فيرست باس إفكت و كونفنانت يعني إلى حد كبير جميع الناس تقدر إن هي تاخدو مفهوش مشكلة لكن من عيوبه إن هو ممكن يكون إريتنت يعني لما بنيجي نحطه تحت اللسان ممكن يبقى إريتنت شوية للطبقة بتاعة الميوكوزة ممكن كمان لو فيه لعاب زيادة ده بيسبب إن يحصل للدواء الـ يعني ممكن بعض الناس تيجي تحطه تحت اللسان فتلاقي نفسها بلعته فحصل الـ يبقى دي واحدة من المشاكل وكمان سوتيبل فقط لا غير لأدوية معينة بدوزس معينة يعني لو كان الدواء بدوزس كبيرة ما ينفعش إن هو يتاخد سابلينجوال لإن طبعا السابلينجوال بتبقى لحباية صغيرة جدا وبتبقى الدوز قليلة جدا وزي ما اتفقنا من أشهر الحاجات اللي موجودة سابلينجوال عاجة اسمها النايتروجليسرين الذي يستخدم في علاج الأنجايم وبالتالي ده كده اتكلمنا على الأورال وتكلمنا على السابلينجوال اللي اتنين اللي احنا بنسميهم انترال طيب فيه روت أوف أدمينستريشن كمان اسمه ايه اسمه وادة كترة البارينترال واحنا قلنا ما هو البارينترال البارينترال اللي هو غير الانترال ما هو غير الانترال البارينترال الووت ده الدروج بيخش ديرتلي في السيستاميك سيركيوليشن أو في البلود فيسلز البارينترال ادمينستريشن is used للدروجز البول اللي ابزوربت من جيو اي تي ممكن نستخدمه اللي حاجات زي الهيبرين طبعا الهيبرين نط ابزوربت بشكل كويس من الجيو اي تي لان الهيبرين من الحاجات الايونيز ومن الحاجات البولر فهو نط ابزوربت من الجيو اي تي بشكل كويس كمان البارينترال ليه الادوية زي الانسولين الانسولين ما ينفعش اورل لان الانسولين بيحصل ديستركشن جوه الجيو اي تي لانه بروتين وبيتكسر فيه الاسيدك ميديم بتاعة الجيو اي تي بيعالج الحالات الانكونشوس لو مريض انكونشوس ممكن نديله بارينتران هذه الروتز عندها هايست بايو افليابيليتي بايو افليابيليتي معناها ان الكمية من الدواء اللي هتوصل للسيركوليشن كمية كبيرة جدا هي يعني بتاخد مية ميلي جرام يوصل البلات سيركوليشن ميت ميلي جرام كده البيو افليابيليتي مية في المية انا اخدت مية ووصلوا مية يبقى البيو افليابيليتي مية في المية واعلى حاجة طبعا من اعلى الحاجات في البيو افليابيليتي تقريبا البيو افليابيليتي مية في المية او البيو افليابيليتي تسوي واحد لو كان الدواء بيتاخد اي في البرينترال البرينترال مفيهاش ايضا أيضا ممكن هذه الروتز تبقى irreversible ممكن تسبب بين ممكن تسبب ألم وخوف ولكل تشو دامج لو اتخذت بشكل خطئ وممكن لقدر الله تعمل infections يبقى دي كلها نقط مهمة جدا وانت بتجيك اللازل تبقى حاططها في دماغك ان برضو ما فيهش فير استباس الوحيد اللي قلنا فيه فير استباس هو الأورال يا جماعة خلاص السابلينج والما كانش فيه والبرنترال ما فيهش نبتدي أول واحد هنتكلم عنه هو الـ IV ان انت تحط الدواء مباشرة في الـ blood circulation او الـ venous circulation اللي هي الدورة الدموية الوريدية خلاص مميزاته طبعا rapid effect immediate suitable drugs اللي بتتكسر في الـ GIT زي الـ insulin rapidly destroyed drug الأدوية الـ shorty half الأدوية الـ shorty half ممكن ان احنا نستخدمها IV ونديها IV infusion يعني كمان بينفع للأدوية الـ shorty half اللي هي الأدوية اللي بتتكسر بسرعة أو الأدوية اللي بتخلص بسرعة ممكن نديها IV infusion ونعمل حاجة اسمها continuous steady state plasma concentration يبقى التركيز بتاعها فيه الدم سابت الى وقت طويل يبقى الـ IV ينفع كمان للأدوية الـ shorty half عن طريق انه هو بيتاخد IV infusion عيوبه انه هو dangerous خطير جدا لو اتاخد غلط خطير جدا 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 ما تقدرش تسترجعه لانه دخل الدم مباشرة ولا تقدر تعمل اميسيز ولا تسترجعه باي اميسيز ولا تسترجع الدواء باي شاركول الأورال لما الدواء بيتاخد أورال لو فيه من وراء مشكلة ممكن ان انت تتقيق هذا الدواء تعمل اميسيز او تعمل شاركول الـ IV لا الـ IV يمكن ان انت تسترجع الدواء وبالتالي لو الدواء اتاخد IV ودخل جوه مباشرة ممكن بسهولة جدا يعني يعمل خاصة لو اتاخد رابط فيه حاجة اسمها فيوفل ده لو اتاخد IV بشكل رابط ممكن يعمل ويعمل زيادة لضربات القلب بشكل كبير الـ Prolonged Infusion of Irritant Drug ممكن تؤدي بعض الأدوية الـ Irritant ممكن لا قدر الله تعمل Thrombosis تعمل جلطات لو دواء Irritant او دواء مش دايب كويس ممكن يسد الاوعية الدموية ويعمل Thrombosis يعمل جلطات ولو كانت Stringa مش Sterile مش معقمة ممكن لا قدر الله يحصل Infection لو انت ما استخدمتش الـ Asseptic Condition او ما كانش الشيء معقم فممكن دا يؤدي الى Infection لا قدر الله وبالتالي انا شايف ان من اكتر النقاط اللي مهمة في الـ I-V انه هو طبعا رابط انه هو زاموست رابط هو كمان الـ I-V الـ Bayo Availability بتاعته 100% وينفع كمان للأدوية حتى لو كانت Short T-Half انها تتاخد I-V Infusion ولكن احيانا بيحصل من وراء مشاكل زي Thrombosis يحصل من وراء مشاكل لو حصل Toxicity او Rapid Infusion ولا تستطيع ان انت تسترجعه By Neces او By Gastric Lovash من Roots of Administration ايضا اللي موجودة اللي هي الـ Intra Muscular انك تاخد الدواء وتحقنه جوه العضلة Intra Muscular ان انت تستخدمه وتحقنه جوه المصر وده سريع بس ابطأ شوية من الـ I-V طبعا من مميزاته انه هو Reliable ان كتير من الناس ممكن تاخده وبيدي Rapid Absorption اكتر من Subcutaneous اكتر من الحاجات اللي تحت الجلد وممكن يستخدم لبعض الأدوية الـ Irritant وممكن تدي حاجات مش دايبة يعني دا يعني دا يعني دا ممكن ينفع انك تعمل بيه حاجة اسمها ديبو يعني ايه ديبو حاجة مخزنة حاجة مخزنة يا جماعة خلاص دا ممكن ان انت تستخدم منه بعض الحاجات اللي زي الـ Suspension وتستخدم حاجة اسمها البولي Ethylene Glycol عشان تخلي الدواء longer duration of action ويبقى لوقت طويل جدا جدا اخد الدواء ذا Suspension يقعد في المصل ويطلع واحدة واحدة من المصل الى Blood Circulation يبقى Sustain Release مشهور جدا البولي Ethylene Glycol مع البنسلين وفيه دايما مثال تاني بييجي دايما فيه الامتحان من الحاجات اللي بتتاخد كlong duration كprolonged action كintramuscular حاجة اسمها المدروكسي بروجستيرون وده من الحاجات اللي بنشوفها كل سنة في الامتحان مدروكسي بروجستيرون بيتاخد IM بشكل كبير يا جماعة دي مهمة جدا وانا بركز عليها جدا اهو المدروكسي بروجستيرون زي ما اتفعنا بيتاخد IM المدروكسي بروجستيرون ده ده بروجستيرون عاجة شبه لبروجستيرون كده وبيستخدم كأورال كونتراسيبتف او مانع للحمل طبعا مش هيبقى أورال هنا هنا مانع للحمل الانجيكشن بيستخدم كونتراسيبتف كمانع للحم اللي هو المدروكسي بروجستيرون ويستخدم IM يعني انترا ماسكولر من عيوب الانترا ماسكولر احيانا بيبقى مؤلم صعب ان انت تعمل سيلف ادبنستريشن انك تدين نفسك ولو كانت برضو السرينجة مش كويسة ممكن يحصل لا يقدر الله انفكشن او لا يقدر الله يحصل ابسز يعني خراج وبالتالي الIM مهمة اوي انه ممكن يدينا ساستيند اكشن او زي المدروكسي بروجستيرون زي ما انتفعل مدروكسي بروجستيرون ممكن يدينا ساستيند اكشن زي ما انت شايف فيه كمان حاجات تانية مهمة جدا لازم نعرفها حاجة اسمها ايه حاجة اسمها السب كيوتينيس انك تاخد حاجة تحت الجلد ده مهم جدا لازم ان انت برضو تعرفه وتفهمه كويس جدا يعني ايه ااخد الدواء تحت الجلد ان انا والله ااخد الدواء بتاعي كساب كيوتينيس وده في الاغلب بيبقى ساستيند ريليس برضو بيبقى واحدة واحدة وبيبقى سلو انسات ان اكشن ده الساب كيوتينيس خلاص وممشور جدا الانسولين يعني الساب كيوتينيس هو فقط لغير للادوية النان ايريتاند ماينفعش للادوية الاريتاند ماينفعش ليه الادوية هو فقط لغير للادوية الان ايريتاند تو افويد السيفير بين اندنكروز اشان مايحصلش بين اندنكروز تحت الجلد بنيدد بس الادوية الان ايريتاند وكمان يعني ممكن ندي في الصاب كيوتينيس كيوتينيس لأنه برضو ممكن يبقى بيبقى أغلب الكتب بتقول ان الصاب كيوتينيس أخرك يعني أنك تدي جرعات برضو مش كبيرة قوي لأن الحاجات الكبيرة ممكن هتبقى pinful وحتبقى irritant وإحنا تفقنا أنه هو ينفع بس للحاجات non irritant large volume may be pinful خلينا نقول أنه هو مش حلو مع large volume طبعا أنت ما تقدرش تحط جرعة كبيرة تحت الجلد بيدي إيه؟ بيدي slow action بيدي slow action وبيدي sustained release واحدة واحدة طبعا زي الانسولين الانسولين من أكتر الحاجات اللي بتتاخد subcutaneous يتاخد تحت الجلد بيدينا sustained وبيدينا systemic action واحدة واحدة وطبعا بيدينا slow onset in action كمان دكاترت السنان دكاترت السنان بيستخدمه مثلا حاجة زي local anesthetic حاجة زي المخدرات الموضوعية المخدرات الموضوعية لما بيجوا يستخدموها بيحطوا مع دكاترت السنان بيحطوا مع local anesthetic بيحطوا حاجات vasoconstrictor بيحطوا حاجات vasoconstrictor زي الادرينالين أو النور ادرينالين ده بيعمل vasoconstrictor في الاوعية الدموية فيعوق ويقلل امتصاص ودي واحدة من النقطة اللي دايما برضو بنشوها في الامتحان ان دكاترت السنان مع local anesthetic دي تنقطة مهمة جدا مع local anesthetic اللي هي المخدرات الموضوعية بيستخدموا ايه مع local anesthetic بيستخدموا دايما الادرينالين وفايدة الادرينالين زي ما اتفقنا انه هو بيعمل vasoconstrictor وفايدته انه هو دايما بيعمل decrease لrate of absorption بتاعة local anesthetic هيقلل rate of absorption بتاعة local anesthetic طيب برضو من الحاجات المهمة جدا حتة الادرينالين مع local anesthetic وزي ما اتفقنا للادرينالين ده vasoconstrictor ممكن بدل ما يجي في الامتحان الادرينالين يجي ايه بنفرد الاسم التاني للادرينالين هو هو الابنفرد خلاص فدي نقطة بنشوفها كتير في الامتحان زي نقطة المدروكسي بروجستيرون انه هو بيتاخد IM او بيتاخد intra muscular فيه كمان roots اخرى برضو مهمة جدا حاجات بقى transdermal حاجات بقى intra arterial transdermal اللي هو يعني ان انت ممكن تحط الحاجة dermal حطاق الجلد subcutaneous تحت الجلد intra arterial ان انت تحقن مباشرة في الارتري تحقن مباشرة في الشريان intra thiecal ان انت تحقن مباشرة في اللي سريبلو سبينا الفليوود انت تحقن مباشرة في عضلة القلب خلاص دي كلها different roots of administration لازم تبقى انت تعرف دي بنسميها different roots of administration اه او حاجات تانية يعني طيب برضو من الحاجات التانية المهمة اللي لازم احنا نعرفها يبقى احنا اتكلمنا على الورال وتكلمنا على الساب لينجول وتكلمنا على مجموعة من الروتز اللي هي البرينتفل في عندنا الريكتل ان انت تاخد الدواء بتاعك ريكتل تاخده سابوزيتوري وعلى فكرة الحاجات اللي بتتاخد سابوزيتوري ممكن تديك لوكال اكشن انها تعالج الامساك مثلا او تعالج الكنستيبيشن او الهيمورويدز البواسير وممكن تستخدمها تستخدمها في الامساكت كسيستيميك انها تخش دوه الريكتل ويحصلها انتصاص وتروح الدم ويستخدم كانالجيسك وانتيباريتك يعني الريكتل مشهور ان هو مسكن وخفض للحرارة وانتي تصف مضاد للكحة فالريكتل ممكن يبقى لوكال وممكن يبقى كمان سيستيميك يبقى ممكن يبقى لوكال وكمان سيستيميك ويستخدم زي ما اتفقنا سابوزيتوري او انيما اللي احنا بنسميها حقا او شربي مميزاته ينفع في الناس الانكونشوس لأن انت هتحطها لريكتل ينفع مع الادوية اللي طعمها وحش او ريحتها وحشة ينفع للادوية اللي بتتكسر في المعدة في الستومك ينفع لو كان فيه ينفع لو مفيش بلعب بشكل كويس ينفع مع الاطفال خلاص ينفع مع الاطفال ينفع في حالات القيم ينفع لو الانسان نايم ينفع لو الانسان مش قادر يبلع كل دي حاجات مهمة جدا جدا يعني من النقط الجميلة صراحة ان الريكتل ينفع في كل هذه الحاجات وانا زي ما قلت لك الريكتل ان ممكن الدواء نعمله فور لوكال اكشن او نعمله فور يعني سيستيميك اكشن زي ما اتفقنا مع بعضينا لوكال افكت انه هو يعالج والهيمورايد يبقى انتي كف انتي تصف وهكذا دي من الحاجات المهمة جدا لما تيجي تذكرها تحطها فين في بالك وتبقى عرفها بشكل كويس او طيب ايه هي عيوبه عيوبه ان هو احيانا امتصاصه بيبقى الريجولر بيسموه ايراتيك يعني الامتصاص ما تقدرش تقول بنسبة كان يعني بيختلف حسب وضعية السابوزيتري صراحة يعني هو بيبقى الريجولر امتصاصه غير منتظم بيعمل حرج لبعض الناس بعض الناس بتستحي او تحرج منه واحيانا بيبقى ايريتانت وبيعمل انفلاميش دي كلها حاجات بنسميها الريكتل يبقى الريكتل ده ممكن يبقى ايريتانت ممكن يبقى يعمل بعض الانفلاماتري كونديشنز وممكن يضايقنا بشكل كبير زي ما انت شايف بهذا الشكل خلاص الريكتل فيه فرستباس ولا مفهوش فرستباس يعني النقطة دي نعرفها الفرستباس افكت بتختلف حسب وضعية السابوزيتري يا جماعة الريكتل فيه فرستباس بنسبة 50-50 حسب وضعية السابوزيتري دايما في الكتب يقولك لو انت حطيته فيه الريكتل من فوق هيبقى فيه فرستباس حطيته في الريكتل من تحت او في المنتصف ممكن ما يبقاش فيه قوي فرستباس فالفرستباس افكت هنا ممكن نقول بنسبة 50-50% يبقى مين هي اهم الروتس اللي احنا اخدناها حتى هذه اللحظة عشان ما تنساش وتبقى متيقن وفاكرها كويس جدا اخدنا الروتس اللي هو الاورال ده كان فيه فرستباس واخدنا السابلينجوال ده كان سريع جدا وما كانش فيه بفضل الله فرستباس افكت واخدنا حاجة اسمها البارينترال اللي هما كان حاجة اسمها الاي في ده اسرع حاجة والبايو افليابيليتي 100% واخدنا الانترامسكولر زي المدروكسي بوروشستيرون واخدنا السابكيوتينيس وتكلمنا على الادرينالين مع اللوكال اناستيك لانه نقطة الادرينالين مع اللوكال اناستيك دي بتيجي على طول في الامتحان ان الادرينالين بازو كونستريكتور وحيقل الامتصاص اللوكال اناستيك وهو ده المطلوب ان اللوكال اناستيك يفضل لوكال يعني واخدنا روتو فادمينستريشن سميناها ايه؟ سميناها ريكتل ودي زي السابوزيتوري او الانيما ودي تنفع للوكال او السيستيميك اكشن والريكتل يا جماعة فيه فيه استباس افكت بنسبة 50-50 فدي نقطة مهمة طيب الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حطه في رجليك مثلا ويعالج الفانجل وبالتالي اللوكل هو التوبكل أما الترانس دورمل الترانس دورمل أن أنت بتحط حاجة على الجلد زي بعض الباتشز والمطلوب من الباتش دي أنها تعدي الدراج اللي جواها يعدي طبقات الجلد ويحصلوا امتصاص من تحت الجلد فالترانس دورمل ده في الأغلب حاجة بنحطها على الجلد الترانس دورمل الدراج هيبقى بشكل بطيء وبشكل سابت ويحصلوا انتصاص حسب طبقات الجلد اللي موجودة ويحصلوا وبالتالي الترانس دورمل من اللي الغرض منه الترانس دورمل يا جماعة الغرض منه نيوصل للدم ترانس دورمل باتشز الغرض منه فور سيستيميك ابزوربشن وانا زي ما قلتلك بيبقى حاجة سيستيميك سوستيند ستيدي زي مثلا الترانس دورمل باتشز تؤدي لستيبل دراج ليفل تركيز سابت في الدم وطبعا ما فيهاش في الاستباس افكت ممكن مين يتاخد ترانس دورمل باتشز معروف انها تروجلسرين خلاص بيتاخد باتشز طبعا ده بيدوه كوقاية من الانجينة كبروفيلاكسز من الانجينة لكن في الحالة دي ما ينفعش في علاج الاتاكس بتاعت الانجينة او في حالات الامرجنسي انه بطيئ لو انا عندي ارجنسي او امرجنسي حالة خطيرة بناخد نيتروجلسرين طب ساب لينجول عشان يشتغل بشكل سريع لكن الترانس دورمل باتش ده بيبقى سيستيميك وسستيند وسلو ريليز سيستيميك وسستيند وسلو واحدة واحدة زي ما احنا اتفقنا دي من النقط المهمة دايما وانت بتذاكر تبقى انت عارف خلاص يبقى الترانس دورمل فور سيستيميك سستيند سلو ريليز ممكن كمان ان احنا ناخد روت اوف ادمينستريشن بنسميها ايه ابراهيم بنسميها باي انهلش باي انهلش ان انت تاخد الدواء بتاعك عن طريق التنفس وممكن هنا نقدو اورل نتنفس اورل او نيزل وهذه الادوية في الاغلب بتبقى على هيئة جازس او يعني حجمها بيبقى صغير جدا عشان تقدر ان انت تعمل لها استنشاقة وتاخدها باي انهلشن هذه الادوية used for local يعني هذه الادوية اللي هي بتاخد باي انهلشن تنفع ل local action انها تشتغل على اللنج وتعالج حساسية الصدر يبقى الادوية اللي بتتاخد باي انهلشن تنفع ل local action ها تنفع ل local action وتعالج الازمة او تنفع في علاج systemic condition خلاص او الاستخدام systemic زي الانستيزيا اللي هو المخدرات الكلية بيستخدموا الجنرال اناستيزيا اللي هي بتخش جوه الدماغ وتخضر الانسان بيستخدموها باي انهليش اكيد الروت ده رابط لي الروت ده سريع جدا اكيد الروت ده بيديك هاي لوكال افكت في اللنج يعني بيديك هاي لوكال اكشن على اللنج ومنيميز السيستيميك سايد افكت بتاعت الكورتيزون يعني انا لو عايز استخدم الكورتيزون في علاج اللي هو في علاج حساسية الصدر افضل حاجة ان انا ادي الكورتيكوستيرويدز باي انهليش يعني حلو قوي ان انا ادي كورتيكوستيرويدز باي انهليش ليه عشان الكورتيزون باي انهليشن هيدينا ماكسمم لوكال اكشن على اللنج والكورتيزون مش هيوصل للدم هيبقى السيستيميك اكشن بتاع الكورتيزون قليل جدا فالكورتيزون هيبقى له لوكال اكشن على اللنج عالي وما يوصلش البلوك سيركيوليشن بشكل كبير لأن الكورتيزون لو وصل للدم كورتيزون بيعمل مشاكل ممكن يعلي السكر ويعلي الضغط ويعمل مشاكل على العزام كمان ويعمل استشيبروزيس بيستخدموها زي اللي هي الفنتولين بخاخة والمريض ياخدها باي انهيليشن وأنا شايف أن السؤال اللي بيجي هنا قوي أن ليه الكورتيزون يفضل دايما أنه هو يتاخد باي انهيليشن عشان الكورتيزون هيديك هايست لوكال اكشن على اللنج يديك هايست لوكال اكشن بشكل كبير جدا على اللنج وفي نفس الوقت كمان إن الكورتيزون هيبقى تأثيره السيستيميك أقل ما يكون وبالتالي مش هيعمل العيوب المتعارف عليها اللي هي إنه هو يعلي السكر ويعلي الضغط وهكذا من الحاجات برضو المهمة إيه عيوب الإنهيليشن؟ أحياناً بيحتاج أبريتس معين بيسموها سبيشيال أبريتس جهاز معين وأحياناً بيبقى فيه صعوبة في إن المريض يزبط الجرعة أو إن المريض يستخدم الدواء بشكل كويس ده في الإنهيليشن أحياناً الأدوية بتبقى إيريتنت للميوكس منبرين لو فيه بلغم لو فيه ميوكس بلغز اللي هو البلغم هذا الاسبيوتم اللي موجود فيه يعني الرئتين ممكن يعوق فيه امتصاص بعض الأدوية ويعوق فيه تأثير الأدوية فالميوكس بلغز اللي هو البلغم ممكن أنه يعمل هندر هندر يعني يعوق أو يمنع الامتصاص خلاص على فكرة أكتر الروتس اللي بيحبها المدمن خلاص إنه فيحب قوي قوي إنه ياخد الدواء طب هو ليه بيحب إنه ياخد الدواء بشكل كبير لإنه هو يعني بتتاخد بي إنهيليشن ليه لإن الأدوية اللي بتتاخد بي أدكشن أو الأدوية اللي بتتاخد بي إنهيليشن هتخش الرئاتين وتطلع من الرئاتين مباشرة وتخش الدماغ فتبسط المريض المودمن جدا مباشرة على الدماغ وتدي لك تأثير التأثير الانبساط والسعادة دهناها دخلت جوه الدماغ مباشرة يبقى الروتس اللي احنا اخدناها اخدنا الروتس دي اللي هي الاورال واخدنا كمان السابلينجول واخدنا البرينترال واخدنا الـ IV والـ IM والسبكيوتينيس واخدنا الريكتل ما تنساش ده وقلنا فيه 50% في الاستباس وخمسين لأ واخدنا كمان سميناها واخدنا حاجات وقلنا يعني ايه ترانس درمل يعني عن طريق واخدنا يبقى واخدنا وأخدنا كمان آخر الروتوف ادمينستريشن اللي هو كان باي انهيليشن اللي هو كان باي انهيليشن يا جماعة والانهيليشن ما ننساش انه هو فور لوكل and systemic action بردو عشان ما ننساش هذا الكلام اتمنى ان المحاضرة تبقى محاضرة لذيذة وبسيطة بعد ما نخلص بإذن الله هذه المحاضرة اتمنى ان انت تجاوب لي على هذه الاسئلة واسئلة بسيطة جدا اللي احنا هنقولها السؤال الاول وطبعا انا هنتظر اجابتكم تبعتوها لي السؤال الاول يا جماعة المدروكسي بروجستيرون بيتاخد بقى هروت الروتوف ادمينستريشن بتاعته عايزك تقول لي ايه هي الروتوف ادمينستريشن بتاعته ده السؤال الاول السؤال التاني ال-I-V السؤال التاني I-V ال-Bio Availability بتاعته بكام ده السؤال التاني طبعا كل هذا الكلام انه في المحاطر السؤال التالت الكورتيزون ليه يفضل is preferred is preferred to be taken by inhalation in treatment of asthma ليه دايما بيفضل انه هو يتاخد باي inhalation ده من النقط المهم ده سؤال السؤال التالت او الرابع ليه الادرينالين is preferred to be taken with with anaesthetics ليه الادرينالين بيفضل انه يتاخد مع local anaesthetics السؤال طبعا الادرينالين او السؤال الخامس define الفيرست باز افكت هتمنى ان الاسئلة دي تجاوبوها ونستني اجاباتكم وكل النجاح والتوفيق يا رب العالمي